طبعا يا شباب هنا احنا ببنز الدراسة اكاديمية. ايه الفرق بين الكورسي هم ندرسه ده والكورسات اللي بابا. نعم. طب ايه الفرق بين الكورسي ده والكورسات هم بتدرسها بابا. الكورسات اللي بابا دايما بتركز معاك كيوزر. بتركز معاك كيوزر. بدون ما تفهمك الاساس اللي تبني عليه. انت راجل مهندس. انت مش يوزر. يعني ايه? يعني مسلا هل انت بتستخدم برنامج الورد فاعلمك على الورد ولا احنا هنا في الكلية بنعلمك ازاي تعمل برنامج زي الورد? ازاي تبرمج الورد نفسه? بالزبط. يبا انت راجل مهندس. تمام? فلازم تفهم الحاجة دي تبنت ازاي? طب ليه انا لازم اعرف المشين ده تبنت ازاي? وليه تدرسوا دراسة اكاديمية? عشان كزا هدف. اول هدف انك تطبقه صح. لان المشين دايما بيعتمد على البروب اللي في ايدك. دايما المشين ما فيش طريقة سابتة تحل بها كل البروبلمز. دايما المشين بيعتمد على المشكلة اللي فيدك دلوقت. يعني مسلا بتعمل صور قطة وكلاب. غير لو بتعمل لامراض. تعم? فتلاقي ما ما فيش طريقة واضحة. تمشي مع كل الطرق. ده بيعتمد على التعقيدات اللي في بتاعتك. فهنا حضرتك لازم تفهم الاساس اللي تبانى عليها. وتدرسوا دراسة اكاديمية. عشان لما تطبق على مشكلة ولقيت بتاع الموديل بتاعك مش كويس. تعرف ازاي تحل المشكلة ازاي تغير في الموديل او ازاي تجيب بطريقة جديدة. تحل بها المشكلة دي. خب انت لو مش فاهم اللي موجود هل هتعرف تجيب بطريقة جديدة? لو انت مش فاهم اللي موجود هل هتعرف ليه الموديل ده مش شغال كويس عداتها ساعة اللي فيدك. صح? وبالتالي. وبالتالي انت كمهندس. خصوصا في كورس لازم تفهمه كويس جدا جدا جدا. وتفهم الاساس اللي تبانى عليه. عشان لما تشتغل في شركة. وتلاقي البروبلم دي الطرق اللي انت بتستخدمها مش شغالة معك كويس. تبقى فاهم ليه هي مش شغالة كويس. هل الديت اللي عندك فيها مشكلة فتصلح الديتا اللي عندك? هل الخوارزم انت بتستخدمه ما يتنسبش مع الديتا? فمحتاج تجيب موديل جديد او انت تحسن تجيب انت طريقة جديدة تحسن بها الاداء. فعشان تصل لليبل ده لازم تبقى فاهم كويس جدا وتدرسوا دراسة اكاديمية. تعم? اما القرصات اللي برا بيركز معك كيوزر. زي المستخدم تاعة تعم? بالزبط. مش ده اللي كنت بتعلمه? كان بيديك معادلات او فاهمك المعادلة دي راحة فين وجات منين? بالزبط. بيديك شوات بايسون وانت مش فاهم ليه اساسا بتعمل ده مع ده. صراح? بالزبط. بالزبط. تمام? اه لكن هنا لأ احنا بدلت دراسة اكاديمية احنا دوقت بنعلم مهندس بتاع زكاة الاصطناعية. تمام? فالقرص ده بيعلمك كمهندس. اوكي? وانا حريص في الكرص ده ان نعلمك صح. لان المشيل اللي انه ده من اهم تقنيات الزكاة الاصطناعية. اوكي? فبالتالي ده هدف اه من دراسة الكرص ده. وليه انت بره بتاخده في ثلاثة ايام ولا خمس ايام ولا بتعلم الزكاة الاصطناعية في خمسة ايام. لأسف هو مش بعلمك اهو بعلمك اكواد كيوزر. تمام? لكن مش 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 بيعلم مهندس. اي? لكن الكرص ده لأ بيعلمك كمهندس. عشان انت بعد كده تعرف تستخدمه في المختلفة. فتحل بيه مشاكل. اوكي? فطبعا انا هنا بشرح الاساس النظري. لو انت فهمت الاساس النظري صح. وروح تطبقت مع المعيد في المعمل صح. هتوب بالفقت. اي? طب. لو انا ما فهمتش النظري. وروح اهتمت بس قلت لا انا ههتم بالعمل. صدقني انت ما استفدتش اي حاجة. لازم تجمج الاتنين مع بعض. تبقى فاهم النظري صح? وانت بتطبق العملي اه انا بكتب الخطوة دي عشان كزا. بكتب الخطوة دي عشان بس في النظري كزا. كزا عشان كزا. فالماشي اللي انك داين ما انا عايز ما 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 تاخدهش ككورس انت بتمتحم فيه. لو خدتوا ككورس انت بتحم فيه عمرك ما هتفهم. تهم? اخده ككورس انك انت عايز تتعلم الزكاء الاصطناعي. ان انا عايز ابرمهندس زكاء الاصطناعي. فافهم النظري ويريد ثم يريد ثم يريد اذاكر المحاضرة قبل ما اروح. يعني ان شاء الله هتطبقوا عليه اه اه الاسبوع اللي جاي او اللي بعدي. لا موجود موجود. موجود. نعم. طب دي انا دي انا هابعتها. اوكي اوكي اوكي. اوكي. طب خلين بس عشان الوقت الوقت ما يهربش مننا. تمام? اخلص المشكلة دي هنبعث تتحلها. فزي ما قلت لك يعني حاول تزاكري النظري قبل ما تروح المعمل. لان المعمل هيطبق معاك اللي انت تعلمت في النظري. فانو انت روحت المعمل مش فاهم النظري هتحس انك انت اشهام حكا. انت بتعمل خطوات وانش فاهم اللي انت تعمل كده. تمام? عشان ما عاش المشكلة دي اذكر المحاضرة قبل ما اروح المعمل. لان المعمل تطبيق لله انا شرحته هناك بالكامل. تمام? والمعيد مش هشرح لك المحاضرة. ولا هيراجع عليها. هو ملتزم بوقتي. لازم يشتغل اشتغل معك. معتمدين انك انت تفاهم معي كويس هنا في وبتروح تطبق في المعمل. اتمنى تكون سمعيني كويس يا شباب. سمعيني كويس. الناس في مجزء تاني. سمعيني كويس ولا ايه? اصر تماما رفع. طيب تاني. اوكي. درسنا الكشرة السابقة. وقلنا في البداية انا دايما بكون عندي بستخدم الديتا سيت وبدأ اختلها على المشيل ليرنينج الالجوريزم. المشيل ليرنينج الالجوريزم ده. بيتعلم على الديتا سيت. وبطلع ايه? بطلع مشيل ليرنينج مودل. يعني ده الجوريزم. ده الجوريزم. بيتعلم على ديتا سيت بطلع مين? مشيل ليرنينج مودل. فانا عايز اقيس جودة المودل بتاعي. فبدخله داتا بامتحنه بقى. بدخله ايه? امتحان. فعرضوا لداتا هو ما شافهاش قبل كده. بسميها تستينج سيت. وبناء على الديتا الاداو في الديتا دي انا بقيس بتاعه. اوكي? طيب. العملية دي بنكررها في المشيل ليرنينج دايما. مين اللي بيختلف معاي? الالجوريزم. خلاص? يبقى دايما في اي مشكلة مشيل ليرنجح لتشغيل بنفس البروسيس دي. اكي? مين اللي يختلف معاي? الالجوريزم. بده انا ندرس اول الالجوريزم اللي سمناه اللي سمناه ايه? اللي لانه هو بياخد معدلت الخط المستقيم. وقلنا لو بيعتق فيها واحد فقط بسمي بسمي ايه? بسميه بسميه ايه? وقلنا عشان نجيب افضل موديل محتاجين نجيب القيم الدابليو والبي اللي تخلي لك دي ما لها. اللي تخلي لك اقل ما يمكن. واخدنا مثلا عشان نفهم القصة دي. افترضنا ان البي بزيرو. وحاولنا نجيب قيمة ووصلنا مسلا وفهمنا ان انا لو انا قدرت اجيب الدابليو وتخليه دي اقل ما يمكن. يبقى انا كده حصلت على احسن موديل. اكي? تمام? بس ما عرفناش ازاي نجيب مين? الدابليو اللي توصمني لاقل قيمة للكوستو فانكشن صح? النهاردة بقى هندلس الالجوريزم او الطريقة اللي استخدمها عشان تجيب لي قيمة الدابليو والبي ده ده الهدف يا شباب انا قيمة الدابليو والبي. عايز قيمة دابليو والبي. اللي تخليلي دايما قريبة من مين? من من القيمة المحطوطة عندي دايما في التست او في التريمك صح? يعني مسلا. او اذكركم تاني انا قلتلك مسلا لو انا اخدنا اكس هنا مسلا دي. اخدنا ادي الاكس اكس اي. اوكي? فين القيمة الحقيقية بتاعتها? ادي القيمة الحقيقية بتاعتها صح? طيب. فين القيمة اللي هي طلح الموديل? ادي القيمة اللي هي الواي هات. هل دي هي دي? فيه ارورس. فيه ارورس. صح كده? الايرور ده. لو كان كبير بيخلي الموديل بتاعي سيء. فايه الهدف? الهدف ان انا اجيب افضل موديل. طبعا لاين ده بيمسل للموديل بتاعي. صح? فانا عايز اجيب افضل موديل افضل خط يجيب لي اقل ايرور مع كل. ده الهدف. تمام? طب ازاي انحقق الهدف ده? ان انا اخلي اجيب قيمة الدابليو والبي اللي تخليلي دي ما لها اقل ما يمكن. يبا انا لو قدرت اجيب قيمة الدابليو والبي اللي تخليلي اقل ما يمكن. يبا انا كده جبت ايه? افضل موديل. تمام? طب ازاي اجيب الدابليو والبي بشكل اتوماتيك. اللي تجيب لي اقل قيمة عصان احصل احسن موديل. ده اللي هنتعلمه النهاردة. هنتعلم الالجوريزم. اللي هتخليه نجيب احسن دابليو واحسن بي تجيب لي اقل قيمة مين? للقوست فانكشن. كي? وبالتالي انا اخلق صح? الالجوريزم ده اسم الالجوريزم ده نسميه ايه? هنسميه الجديد يندسنت. بس ركز معي كده واعرف ليه الخوريزمية دي فيش اهل صح. طبعا هنا هنستدعي بعض الحاجات في الكلام ده. فامشي معي قطوة بخطوة هتفهم القصة بدأت ازاي? وازاي وصلنا على الكلام ده? اه النهاردة نهاردة عايزة شوية تركيز يا شباب نركز عشان نفهم الماسماتيكس بتاعتها وازاي الجزمي ده بيشتغل صح. يب ايه ايه شوفنا? ايه اللي احنا عايزينه? عايزين تقيمة الو والبي اللي تخليه دي اقل ما يمكن. افترض مثلا اه خلينا نشوف ادي بتاعة الهوز لو انا ده سامت لكان الموديل بتاعي بالشكل ده. لو انا الموديل بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي? بالنظر كده بالنظر هل ده افضل موديل? واضع جدا ان ما له كبير جدا مع كل. يعني فبالتالي ده مش ده موديل سيء جدا صح? ده بالنظر. هنا طبعا عشان فانت تردت تقدر ترسم الخط ده. لك لما يكون عندك اكتر من تلاتة اكتر من اتنين انت متقدرش ترسم. صح? ومعظم الدياتا سيت بتاعت بيبقى فيها كتير جدا. يعني في داتا سيت بتوصل للمية والميتين وتلتمية وممكن الف تقدر ترسم كم تقدر ترسم كم ترسم تلاتة ابعاد بس. يعني اتنين فيتشر. طب لو تلاتة مش هتقدر ترسم مع الورقة. لو اربعة مش هتقدر ترسم مع الورقة. صح? طب نعمل ايه? يبقى عايزين طريقة تجيب لي الكلام ده. لان انا مش هقدر ارسم فمش هقدر اشوف. اوكي? وبالتالي هنا مسلا لو خدنا ال ال انا عازة بس اتركز معي والمحاضة هتترفع ان انا ارضى بدي افة بتاعها. فانا عازة تسيب كل حاجة وتركز معي. والتسجيل هيتسكل. انا عازة تفهم بس. انا عازة ترفع. طبعا لو جيت لسامة احنا اتفعنا ان لو كانت في بعد واحد بس لو اخدنا لو اخدنا البيب زيرو. لو اخدنا البيب زيرو. لما تكون البيب زيرو فالمضي بتاعك بيكون في دابليو اكس. فدي عبارة عن ايه? بتكون ما لها ده الا في الدابليو فقط. طبعا او افر تو ام ساميشن اللي هي مين? اللي هي دابليو اكس اي. مينس واي. صح كده? سكوير. دي دلة تربعية في مين? في الدابليو صح? فهترسل منها الدابليو ودي بيديك دلة تربعية. ليها كام جلوب والمينيموم? واحد بس. هادي جلوب والمينيموم. اوكي? طبعا بس هنا ده شكل لو كانت البيب كام? بزيرو. طبعا لو البيب مش بزيرو. لو البينات اقوى زيرو. بيب ده شكل كوست فونكش. وغدا شكل البولة. تمام? اه لانا عندك هنا ادي ادي دابليو. ادي ادي دابليو. وادي البي. وهنا وغدا شكل البولة اه? او زي اه الشازلونج ده. اكي? زي فيه في اللي هو بيجبع في وغدا شكل البولة دي. اكي? ده الشكل بتاعها. طب ايه الهدف? الهدف ان انا عايز اجيب اوصل اجيب كمت دابليو تاني. ده الهدف اللي احنا عايز ان نوصل له. عايز اجيب كمة الدابليو. والبي. اللي تخليه اللي قصة فانكشان ما لها. اقل ما يمكن. طب هتقول لي بسيطة ارسم. وهات تهالي صح? تاني بذكرك. هنا عندي كان واحد بس. صح? الاكس. الاكس ده مرتبط بي كان برامتر. الطب لو انا زودت لك برامتر كمان. كمان هتقدر تسم? هنا درسم. احنا خلنا نرسم سري دي. وهذه دي منحقق في واحد فقط. طب لو زودت لك كمان. هتقدر تسم. وبالتالي الرسم مش مش هيشتغل معاي. يبقى انا عايز طريقة سيستيماتيك توصلني للمين? للمينموم. اوكي? تعالي تعلم مع بعضين بقى الطريقة دي. خلي بالك الشكل اللي ادامي ده كأنه ايه? كأنها حفرة في الارض صح? يعني مسلا لو انا افتغطت ان ادي الارض اهو هنا وكده هو. يبقى كانها حفرة في الارض صح? طب. الحفرة كأنها جبل معكوس. صح? الحفرة كأنها جبل معكوس. تمام? ادي جبل. ماشي? ادي جبل شايفينه? صح. ركز معاي بقى. وليت ناس كلها تركز معاي في محاضرة دي عشان تفهم. لو انا خدت كل نقطتين جنب بعض ليهم نفس الارتفاع عن الارض. ووصلت بينهم بخط المستقيم. يعني النقطة دي. معلش الباوربوينت هنا ما بيغيرش ما بكتبش غير لون احمر. فنحاول نركز شوية. ادي النقطة دي. والنقطة دي. ليهم نفس الارتفاع عن الارض ولا لأ. وصل بينهم بخط مستقيم. النقطة دي. اللي هي نفس الارتفاع معهم. وصل خط مستقيم. النقطة دي ليها نفس الارتفاع معهم. وصل خط مستقيم. وكرر نفس العملية دي هتحصل على ايه? تحصل على دايرة صح? يبا دايرة دي فيها كل النقط اللي لها نفس الارتفاع عن الارض صح? طيب. وبالتالي الدايرة الكبيرة دي بيكون اقل ارتفاع. واصغر دايرة فوق اعلى الارتفاع. طب خلينا نركب طيارة ونطلع لفوق. ده الشكل. هنركب طيارة ونطلع فوق الجبل دا. ده الشكل بتاعه صح? يبقى انا لو رسمتها في اكس واي. لو خدت الدواير دي ورسمتها في اكس واي هيطلع للشكل دا صح? تمام? يبقى انا حولت الشكل من سري دي الى مين? الى تو دي. اوكي? طيب. خلي بالك. دي اصغر دايرة صح? اللي هي اعلى ارتفاع. تمام? اللي هي اعلى مين? اعلى ارتفاع. طيب. طبعا زميك هنا بقول كل ما عرسم دواير اكتر كل ما يكون اضق مزبوط. كل ما عرسم دواير اضق اكتر بكون اضق. بس هنا للتبسيط يعني. طب بدل ما كان جبل خليها حفرة. بالزبط بربع عليكم. يبقى اصغر دايرة هي اعمق نقطة هي اقل قيمة مين? صح? يبقى الحفرة بتاعتي اقل دايرة فيها هي اقل قيمة هي اعمق نقطة في الحفرة صح? طب احنا انتفقنا ان الشكل ده هنمثله بايه? بحفرة. الشكل ده هنمثله بايه? بحفرة. وبالتالي الشكل ده بنسميه كنتور. بنسميه ايه? بنسميه كنتور. بنسميه ايه? الكنتور بلوت. بنسميه ايه? الكنتور بلوت. اوكي? واضح? نرسم الكنتور بلوت دي. يبقى دي اصغر قيمة صح? يبقى الكنتور بلوت ادي واضي البي. يبقى يبقى بشكل داوية بالشكل ده صح كده? تمام? بحيس ان اقل قيمة هنا. تمثل لي مين? اصغر قيمة للدائرة. صح لانا هيفاهمنا اكتر. هيفاهمنا اكتر. اوكي? تعال نفترض ان هادى عندك. احنا اتفقنا في اللينيا الموديل في السيمبل اللينيا الموديل. ادي الموديل بتاعنا صح? ادي بتاع ده ادي بتاعنا. طب افترض ان اخترنا الموديل بتاعنا بالشكل ده. اللي هو الخط الازرق. هل ده جود موديل? لا. ده مش جود موديل. طمام? طيب. تعال نرسمه على ال 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 هيبقى الخط ده صح? هيبقى ده صح? بس هل الفجر ده موضح لك هو قريب من المنموعة ولا بعيد? مش مش قادر تشوف صح? مش واضحة بالنسبة لك ده. طب تعالي رسمها كده على ال مش ده ال بتاع الشكل ده. تمام? ده ال بتاع الشكل ده. فين فين اقل قيمة الفونكشن? هنا اقل قيمة الفونكشن صح? تمام? فلما رسمنا الخط الازرق ده. على ال كنتور. تقول علي فين? وضح لي ان ده بعيد جدا عن مين? عن المنمو. اكي? طب تعالي نشوف لو اخترنا الموديل بتاعنا ده باللون مين? البرتقاني ده. الورنج. اللي هو لو رسمته برضو هنا. برضو انت واضح واضحة بالنسبة لك هو بعيدة ولا ريل? لك نشوف كده على الكنتور ده بيقول لك اه ده بيديك نفس الارور. انتفعنا ان النقط اللي على نفس الدقيلة. لها نفس مين? نفس القيمة. نفس الارتفاع. صح? يعني التلاتة دولة ما لهم? بيديك نفس الارور. بديك نفس الكنتوضح لك ازاي? من الكنتور ده. اوكي? لانهم تلاتة على نفس الدائرة. تلاتة على مين? على نفس الدائرة اللي هم اللي هي دي. اوكي? تمام? ماشي. في حد نشوف يعني حد وقت? ماشي يا شباب? الناس في المراكز التانية. اللي مش فاهم يقوله عيد الف مرة يا شباب. اللي مش فاهم يقوله عيد الف مرة. طيب. تعال نفهم الموضوع اكتر. ايه اللي مش فاهم يا فوزي? ماشي. اقوله انا عيد افاهم يا فوزي. ايه ه존 احنا اعم يا شباب. ان دي. التاني يا فوزي. احنا قلنا يا شباب ان الدي. الداتا سيت بتاعنا. وافترضنا ان احنا عملنا تلاتة موديلز. ده الموديل الاول. دابلي وان اكس بلاس بي وان. يعني حطيت قيمة دابلي وان وبي. فجابت لي الخط الازرق ده. عملنا موديل تاني. حطانا قيمة تاني. اداني اللاين الاورانج ده. حطيت قيمة تالتة اداني اللون ده. دي اللي هي فين? اللي احنا اتفنا دي بتاعتنا. تمام? لو رسمت دي اطلع بالشكل ده. اوكي? فهنا بتاع للنون الازرق اهو. والايرور بتاع لون اورنج اهو. والايرور بتاع للموديل اللي باللون الاخضر اهو. فده بالتلاتة موديلز. بالتلاتة موديلز. الازرق والاورنج والجريم. بس هل الشكل ده موضح لك? هما فيهم مش موضح لك. طب تعال نرسم التلاتة نقط دولة على الكنتور. الكنتور وضح لك ايه? ان التلاتة دولة ليهم نفس وان التلاتة بعيد جدا عن مين? عن وبالتالي التلاتة موديلز اللي ما لهم? باد موديلز. طب على كل جزء كبير. وبالتالي ما يفعش تستخدمه. تمام? احنا عايزين يكون قريب من هنا. تمام? واضحة يا فاوزي. واضحة يا فاوزي. ها ما كان بسرعة. طبعا. تعال بقى نفهم اكتر. ادي عندك الداتا سيت. بعد عندك الداتا سيت. فرضا ان كنت خدت قيمة الدابليو بي ماينس او بوينت وان فايف. واخدت قيمة البي بي ايت هاندلز. تمام? هديك الموديل بالشكل ده. هل الموديل ده جود موديل? لا مش مش كود موديل. الاورز كبيرة. تمام? طيب لو جيت لسمته على هيبان معك. مش هيبان. بص على كده. بقول لك ده هو هلا. يعني عندك الاكسس ده اللي هو الدابليو. هادي عند ماينس او بوينت وان فايف. وهدي عندي ايت هاندلز. فالتقاطع بتاع النقطة ده هو فين? اللي هو النقطة دي. اللي هي بعيد جدا عن مين? عن المينموم فاليو لل. يعني احنا فرضناها بكده عشان اوضح لك بس. بعد شوية هنعرف ازاي بينجيبها. احنا فرضنا ان ال 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 القيم دي. أوكي? طيب. بعد شوية هنعرف ازاي بينجيبها. فتعا نفترض مسلا. لا لا ايدت قيمة الدابليو اكول زي through the ايدت قيمة ال d bible equal zero. مقيمة البي بي سري فايف فايف. وبالتالي الموديل بتاعك يبقى شكله ازاي? هيبقى دابيو بزيرو اكس بلاس سري فايف فايف. اوكي? اللي هو الموديل ده. سري فايف فايف هي عندها بالشكل ده صح? الاسلوب بتاعه بزيرو. صح? عند كم? عند تلتمية خمسة وخمسين. طيب رسمناه على ادي البي و ادي البي برضو مش وقت حالي فين? تعال نرسمها على الكنتور. اجابها لك هنا. هل الموديل ده افضل? ولا اللي قابليه? شايف اللي قابليه كان فين? التاني قرب جدا من مين? قرب من المينموم فاني. صح? تعال نقض موديل تاني. افترض ده فرضه. ده كله فرضه عشان فايفة بس. ان الدابليو. بالشكل ده. والبي بالشكل ده. ورسمت اللايين طلع اللي بالشكل ده. برضو لما رسمناها على مش واضحة معادي رسمناها على هل ده افضل? ولا ده? ولا ده? صح? طيب احنا عايزين طريقة تكون سيستيماتيك. تجيب لي افضل موديل. تمام? طبعا هاعد اجرب. عشان فرح. بالزبع. هطيع وقت. اللي انا ممكن انا عاد اجرب وما وصلش. احنا عايزين طريقة اوتوماتيك. توصلني ده الطريقة دي. الطريقة دي مسميها تعال نفهمها واحدة بواحدة. تمام? بس لكز معي. لكز معي, ركز معي. بشكل عام. بشكل عام. اي فونكشن لما رسمها في دي. يكون شكلها تقريبا بالشكل ده. اوكي. فهنا ماكسيمون بوينت. وادي ماكسيمون بوينت. وادي ماكسيمون بوينت. وهنا ادي واضي ده كله صح? تعم? وهنا بدغط قيمة ولا هي ماكسيمام ولا هي مينو. اوكي? تعال نشوفها على التو دي. تعال نشوفها في التو دي. في التو دي. ادي التو دي. مثلا هنا اكس. خلان نتكلم على اي فونكشن بشكل عام. اوكي? فادي الفونكشن بتاعتي. اوكي? هل معاش خلان نتكلمها بشكل اوضح من كده شوي? ادي الفونكشن بتاعتي. اوكي? هل النقطة دي. لوكال مينموم ولا غلوبال مينموم? ودي? لوكال. ودي? لوكال. صح كدة? طيب. دي? جلوبال مينموم. يبقى دايما اي فونكشن لو ليها مينموم بتكون ليها سينجل جلوبال مينموم. وليها ايه? سينجل جلوبال مينموم. لكن ممكن يكون لها كزا لوكال مينموم. ممكن بس مش كل الفونكشن. يعني مسلا الكودراتي كفونكشن بشكل كده اللي هي جلوبال مينموم ولهاش لوكال مينموم. تهام? لكن لو فيها كزا مينموم يبقى فيهم واحدة بس جلوبال والبقائين مالهم لوكال. ايه اللي احنا عايزينه? اللي احنا عايزينه في حالة ان انا اجيب قيم الدابلي اللي توديني الى واحدة من اللوكال مينموم. وابا محظوظ لو وصلت لجلوبال مين. ته اللي احنا عايزينه. اتعان نركز شوية في مشروعات ماسماتيكس هيفهمونا القصة. وهيفهمونا لي احنا بنستخدم الجريد دي. بس انا عايزك تركز معي كده وتنتبه معي. سيبك بس اركز معي اسمع واسيبك من الفنوخك دلوقتي. افهم معي عشان تعرف ليه احنا بنستخدم للطريقة دي. انا عارف انك حضرت دورات كتير بس الناس مش بتهتم بليه احنا وصلنا للطريقة دي. وهبقولك طب ليه ما حدش بيشرح ليه. انا هنا هفهمك ليه بقى. تعال نفترض مسلا انا عندي بالشكل ده. افترض ان انا عندي فونكشن بالشكل ده. اوكي? خلاص الفونكشن دي فيها ايه? ماكسيمون بويت. فيها ايه? ماكسيمون بويت. طب. خلي بالك هل النقطة دي ماكسيمون? بتاحه. صح كده? معلش بس نشدقق شوية بس عشان مش ما فيش مصدر. ده ده المماز بتاحه. هل النقطة دي ماكسيمون? ده بتاحه. صح كده? هل النقطة دي ماكسيمون? ده التانجن تتاحه? تلا المماز بتاحه. هل النقطة دي ماكسيمون? ده التانجن تتاحه. هل النقطة دي ماكسيمون? ده التانجنت بتاعه. اوكي? ركز معي فقط. التانجنت ده خط? صح? ليه ايه? ليه سلوب. صح? ليه سلوب? هل السلوب بتاع ده? اكبر من الزيرو ولا اقل من الزيرو? هده السلوب اكبر من الزيرو. اكبر من الزيرو صح? السلوب ده مالو? اقبر من الزيرو. السلوب ده مالو? اقبر من الزيرو. السلوب ده مالو? اقلي من الزيرو. السلوب ده مالو? السلوب ده مالو? اقلي من الزيرو. اوكي? كلهم اقلي من الزيرو. اقلي كلهم اقلي من الزيرو. تعم? فت. السلوب ده مالو? اكوال زيرو. صح؟. يبقى اذا عند السلوب ما له؟ طب لو شكلها كده، السلوب ده ما له بزير برضه. السلوب ده اسلب تانجنت عند المينموم بكم? يبقى دايما عند السلوب بتاع الثانجنت بزيرو وعند السلوب بتاع الثانجنت بكم؟ بزيرو. يبقى ايا كان انا موجود فين? لو قدرت اوصل للنقطة اللي عندها الاسلوب بتاعها بزيرو. يبقى انا كده وصلت مين? يا اما للمكسيموم يا اما للميليموم. ماشي? يبقى دي اول علامة هنمسك فيها. العلامة دي هيلي هنمسك فيها. يبقى دي الاول محصل على الاسلوب بتاع التانجنت بزيرو ستوب انا كده وصلت يا اما للمكسيموم يا اما للميليموم. وسهل انفرق بين المكسيموم للميليموم. تمام? جيب نقطة الاولى. طيب. الاسلوب بتاع التانجنت. اللي هو مين? الاسلوب بتاع التانجنت اللي هو مين؟. رول عاز رول. درسناها في سنة اولى. لا. صح? مش جرسنا في الكالكولوس. ان الاسلوب بتاع التانجنت هو صح كده? طيب. يبقى ازا النقطة اللي لها عندها الفلست دريفاتيب بزيرو. اما تكون نيجاتيف اما تكون ايه? اما تكون ماكسيموم فاليو. اما تكون ايه? مينيموم فاليو. طيب. دايما لما عايز اجيب المكسيموم والمينيموم اعكس الاشارة. صح? يبقى انا لو عايز المكسيموم باخد البوزيتيف دريفاتيب. لان انا بامشي لفين? ناحية المكسيموم. صح? لكن لو انا بامشي ناحية المينيموم بعض البوزيتيف دريفاتيب. حلوة قوي. حلوة قوي. كده ممتاز. اوكي? يبقى انا عندي دوقتي شرطين. لو انا عايز اوصل للمكسيموم او للمينيموم. ادور على النقطة اللي عندها السلوب بتاع التانجنت بزيرو. يعني ادور على النقطة اللي عندها الدريفاتيب بكام? بزيرو. لو انا عايز المكسيموم. بشتغل على البوزيتيف دريفاتيب. لو انا عند المينيموم بشتغل على النيجتيف مين? دريفاتيب. حلوة قوي. كده احنا وصل. اوكي? بقينا بس حتة نفهمها. اوكي? بدلا ما كنا نشتغل على فونكشن بشكل عام. العام طبع على في حالة خاصة وهي ان لما يكون الموديل بتاعك. البيب زيرو. نفترضي بيب كام? يبقى ازا الموديل بتاعك عبارة ايه دابليو اكس. ايه? وبالتالي بتاعتك. ده الاف مين? في فقط. صح كده? ده بتاعتك. صح? اللي احنا عايزين قيمة الدابليو. اللي تخليه مالها? اقل ما يمكن. تمام? طبعا احنا اخدنا بزيرو هنا عشان نفهم. وبعد كده يتعامل معي. وبعد كده مالها? لو انا فهمت الحالة البسيطة دي هتشتغل معي في كيس. اتفعنا لم يكون صح? طيب. بس خلي بالك ده كبير جدا. ده ماله? كبير جدا. وبالتالي لو احنا افترضنا اي قيمة ابتدائية لدابليو. انا افترض اي قيمة ابتدائيا مين? دابليو. بس احنا عارفين فين الدابليو دي فين دابليو تجيب لقل قيمة? انا معرفش. بتاع كبير. تمام? يعني زي ما فين اقل انخفاض في الشرع ده? الشرع ده طويل. صح? هل انت شايف كل النقطة فيه? فهتوقف على اي نقطة وتقعد تمشي 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 لحد ما توصل من اقل نقطة. يبقى انا افترض ان انا اخدت نقطة ابتدائية وجابتني هنا. افترض ان اخدت نقطة ابتدائية وجابتني فين? جابتني هنا. هسمي دي دابليو تي. هاو سمي التبسيط سميها دابلي زيرو. تبسيط هسمي دي دابلي زيرو اوكي? انا عايز اوصل نحية نحية المينموم. عايز اوصل هنا صح? اعمل ايه? هاخد الدابليو دي. وانا عايز امشي نحية النيجاتيف. عايز امشي نحية المينموم. يبقى عايز السلوب بتاع التانجنت ده. اللي هو صح? بس انا عايز اطلع ناحية المكسيموم واناحية المينموم. المينموم. طيب السلوب اللي هو بارشل جي باي بارشل دابليو. صح كده? طيب. انا عايز اطلع ناحية المكسيموم واناحية النيجاتيف. اه واناحية المينموم. تمام? طيب. يبقى انا خدت الدابليو دي وطرق. خلي بالك الاسلوب ده بوزاتيف ويا نيجاتيف. طيب السلوب ده بوزاتيف. صح كده? يبقى القيمة دي بوزاتيف ويا نيجاتيف. يعني خدت الدابليو القديمة. وطرحت منها القيمة دي. صح? لما اطرح منها القيمة دي. هتجيبني فين? هتجيبني هنا صح كده? ودي دابلي واحد. تمام? الاسلوب هنا فين? هاتي التانجنت بتاع. الاسلوب هنا بوزاتيف ويا نيجاتيف. ها? يبقى دي دابليو واحد. اكي? الاسلوب ده بوزاتيف. يبقى القيمة دي ما لها? بوزاتيف. يبقى دابليو واحد مينوس الفا. اتسيبك من الفا دلوقتي. اتسيبك من الفا دلوقتي. مينوس. الاسلوب اللي هو بارشل جي باي بارشل مين? دابليو. اوكي? دابليو نوت. اوكي? ده بوزاتيف ويا نيجاتيف. بوزاتيف. صح? يعني هيخد دابليو واحد دي وين اصل منها مين? اصل منها القيمة دي. فيخليلي دابليو اقل. صح? وهكذا وهكذا وهكذا. لما اوصل هنا. ادي التانجنت صح? ادي التانجنت صح? طيب. فرضا دي مسلا دابليو تي بلاس وون. اوكي? ايبقى دابليو تي مينوس مينس بارشل جي باي بارشل مين? دابليو. بس هنا الاسلوب كام? الاسلوب ده بزير حلو جدا. يبقى دابليو الجديدة هي هي مين? دابليو الاديمة. يبقى لما اوصل الان دابليو الجديدة هي هي دابليو الاديمة. انا كده وصلت المين? للمينيوم بوينس. اولا انا وصلت الى كونفيرجانس. انا وصلت مين? amberاجانس. فهمنا الحيط دي? هكذا احنا فهمت حاضر احنا هنا وصلنا لW2 صح طيب على هذه بتاعها الاسلوب بتاعها يعني يساوي مينس من ده يعني ده يعني القديمة حطرح منها القيمة دي صح? برضا جبتك هنا يبقى ده صح? قعدنا نكرر هنمشي نمشي 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 لحد ما نوصل هنا بنا حاجة في لحد مسلا وصلت للنقطة دي عدد صح? الاسلوب هنا كم ترك بزيرو حنفترض ان الخطوة دي كانت رقم تي بلس. وانو. يبقى تي بلس وان هي الخطوة اللي قبلها. مينس بارشل جي باي بارشل دابليو صح كده? بس الاسلوب هنا قمته بكام? يعني الاسلوب بزيو يعني دريفاتي في الاول بكام? بزيو. يعني ده بزيو صح? يبقى القيمة الجديدة هي هي القيمة مين? يبقى انا لما عد اعدي الولاء مفيش تغيير حصل. يبقى انا وصلت كده المينموم. صح كده? ده وده تفكير منطقي. صح? بقى انا بس نقطة اخيرة. انا عشان انتقل من دابليو نوت الى دابليو وان. ممكن واحد في الخطوة الواحدة ممكن واحد في الخطوة الواحدة يجيب لي دابليو وان هنا صح? ها? ممكن واحد في نفس الخطوة يجيبها لي هنا صح? ممكن واحد يجيبها لي هنا صح? صح كده? انا عايز اتحكم فحجم الخطوة. فهنضيف هنا برامتر اسمه الفا. اسمه ايه? الفا. بحيث طبعا كل ما تكون الفا صغيرة انا بخلي الخطوة مالها صغيرة صح? كل ما كبر الفا الخطوة مالها كبيرة. دي لها تأثير قوي جدا هنشوفه من المحاضرة جاية. يعني الفا ما تكون كبيرة او صغيرة دي حتة جدا لازم نفهمها ودي هندرسها بالتفصيل المحاضرة الجاية. كي? كده احنا وصلنا بتاعنا. كده احنا وصلنا ايه? بتاعنا. يبقى ازا. ده بنسميه الجريديانت ديسينت الجريزم. اسمه ايه? جريديانت ديسينت الجريزم. يبقى انا باعد الويت بتاعي. والبي بتاعي. البي ديبعا كده هنسميه بايز. هنسميه ايه? بايز. اوكي? باعد الو. واعد اعدل في. من العلاقة دي اللي احنا فهمناها صح? واعد البي واعد اعدل في. بس هنا الديرباتيب بالنسبة البي. اوكي? من العلاقة دي. وكرر الكلام ده لحد ما اوصل لمين? يعني يعني لما اوصل الجديدة يساوي واوصل يساوي مين? كده انا وصلت لمين? الكونفيرجنس. كده اوقف. كده اوقف عامية مين? الكونفيرجنس. ما عدلش لها في الو اول ما اوصل للكنديشن ده كده اوقف الكونفيرجنس. هم 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 توبوينس دولا اللي جابولي اللي جابولي الو والبي اللي تخليه لجي ما لها? مينمم. وده اسمه الالغوريزم. الالفا ده بنسميه سميه ايه? ودايما الالفا بيكون محصور بين الزيرو والون. دايما الالفا مالو. محصور بين الزيرو والون. فاهمنا الجديدة سعب. سهل. فاهمنا ليه بيشتغل بالطريقة دي? جاي من اين? من الخصائص الرياضية. فاهمنا فايدة الماسماتيكس. عرفنا ايه فايدة الماسماتيكس معنا اللي احنا كنا ندقيقين منها. اللي هي فايدة كبيرة. طعم? طعم. حادي مش فاهم. حاضر امم بتاعنا اه? حاضر حاضر يا محمد. هم? ما هي لازم تبقى تشروط واحدة كده عشان تفهمها. لازم شروط واحدة كده عشان تفهمها. تبحشت اسمها عنه. صح? النهاردة ان شاء الله تكون موجودة. طيب احنا في السلايدي دي. ده اسمه الجريديان دستينت الالجوريزم. ده الالجوريزم بتاع اللينيار موديل. ان احنا بنقل. ارجع تاني اربط لك الدينيا ببعض. ارجع تاني اربط لك الدينيا كلها ببعضها. انا بغض اللي فيها قيم اكس. اللي فيها قيم مين? اللي فيها اغض قيم اكس. بغض كل اكس من هنا. مين المشيل الجزء بتاعنا? اللينيار موديل خلاص. اوكي? ده اصبح المشيل الجزء بتاعي. بغض كل قيم اكس. ودخلها على الرولز بتاعتي. اللي هو بتاع الجريديان دستينت. الجريديان دستينت الالجوريزم. عشان يجيب لي احسن قيمة من الو بي اللي تخليلي ما لها? اقل ما يمكن. ده هنتبقوا عملي في السيكشن. ده ان شاء الله الزمل المعاديين هتطبقوا معكم عملي في السيكشن. فرجائنا. رجائنا. تذكر الكلام ده قبل السيكشن. البرجيك لسه هنحضر لكم بعدين. ماشي? طيب. بعد ما اجيب احسن قيمة الو بي يبقى انا حصلت على قيمة خلاص انا جبت احسن قيمة الو والمي والبي. يبقى هو ده الموديل بتاعي. تمام. يبقى ازن اللينيار الريجيشن. ادي الموديل بتاعي. ادي الموديل بتاعي اهو. انا عايز اجيبكم الو بي لتخليلي دي ما لها? اقل ما يمكن. ازاي? في الجريديانت ديسينت الجوريزم. ان انا بغض قيم اكس واعد ادخلها هنا. اغض واحدة واحدة. ادخلها. واجيب احسب الو لكل اكس. يعني انا عادي فيها اكس واي صح? بغض كل اكس. ودخل. هنشوف. هنطبقها عامل مع بعضين. واحسن. واعدل في الو البي مع بعضين. واعدل اعدل 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 لحد ما اوصل لها مين? ان يساوي مين? وبي نيو يساوي بي اعدل. كده انا وصلت مين? للكونفرجنس. وصلت مين? وصلت للميني منبوينت للقنص للكوست فانكشن. وصلت الاحسن موديل. شكرا. هرجع بقى ادخل تست ديتا. واعمل. لا لا هي ده الاشارة دي هتتحدد اوتوماتيك ودي هشرحها محضرت جاي. الاشارة هنا هيستنتجها لك اوتوماتيك. فمش محتاج تشغل بالاشارة. تهم? مش هتشغل بالاشارة. الاشارة هتحكمنك فيها الدريفة تبدأ. تمام شباب? تمام محاضرة النهاردة? تمام جديد السنت? ان شاء الله محاضرة تترفع النهاردة. تمام? زكوها. ونقطة اخيرة بس يا شباب. احنا عندنا الكتاب على المجروهل. اه تمام? يعني اه الكتاب المذاكرة منه هتفيدك جدا 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 جدا. بس سلايدات مساعدة للكتاب. سلايدات مساعدة مين? للكتاب. بالزبط احنا انت اقول لا ما فيش قمة عزمة صغرة في الفانكشن اه مين اللي بي اسأل? ما فيش قمة عزمة وصغرة يا نبيل. لما انت بصيت على شكل فانكشن قدامك هل فيها قمة عزمة وصغرة? اه? صغرة بس. تهم? يعني اه دي كوست فانكشن بتاعتك. تمام? اه دي كوست فانكشن بتاعتك. وده سؤال حلوة محمد. محمود نبيل ده سؤال ممتاز. احنا دايما في بنحاول نختار كوست فانكشن بيكون لها بس. يعني في كوست فانكشن تاني هندلسها بعدين غير مين سكوير اروف. اه اسمها دي هندلسها بالتفصيل ان شاء الله. اه اه لما عملنا لها دزل عملنا لها دزل بحيث يكون لها اه بكون لها لوكا المينم. اه اه اوكي? ما لهاش ما لهاش مكسم. فالفونكشن ما بيكونش لها مكسم. ماشا محمود? في النهاية زمع العلم اجتمعنا في العلم الخير دايما نجتمعنا ان شاء الله. نلطق ان شاء الله الاسبوع القادم. السلام عليكم.